ايوانا الغلطانة انا اللي دلعتهم كل حاجة طلبها منهم يقولولي مش عارفين نعملها يا ماما اقولها يا بنتي خش حضريننا طبق رينجا كده نتغدى بيه تقولي لا 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 ما عرفش وكمان بتخنق من ريحتها امالياختي بتعرفي تكليها ازاي وقفتها جنبي كده زي الالف وقلت لها تعالي شوفي هننضفها ازاي من غير دخان ولو قدامك عشر كيلو كده هيخلصه في ثواني يلا نسمي بالله ونصالي على رسول الله وما تنسيش تشجعيني بقى اجمل لايك وتشاركي الفيديو مع اصحابك انا كده كان معايا رينجا يلا نحضرها كده للغادة من بواء العيد الرينجا دي الصراحة بتسعف جدا وعلى الاقل كده لازم ناكلها مرة كل عشرين يوم بجد خطيرة بصي بقى طريقة التنظيف دي يعني في ثواني هتنجزيها بصي انا من الناس اللي بتحب تشوي الرينجا وكل حاجة على عين البتجاز بس بحط الرينجا في طاصة طبعا عشان ما تبهدليش العين واوقات كتيرة بحب كلها على البارد كده طبعا طريقة الشاوي دي بتخليها ملحة زيادة عن اللزوم انا لو الرينجا ملحة يستحيل كلها لازم اكلها عدمة وتبقى دلعة كده وفي واحد مخصوص بجيب منه الرينجا عشان الرينجا بتاعته بتبقى دلعة ناس كتير فاكرا ان تنظيف الرينجا قزمة وبتعرفش تنظفها خاصة كده لو عروسة جديدة لسه متجوزة بتقرف جدا من الحاجات دي كمان اكبر غلط لو فتحتيها من بطنها ناس كتير لسه بتفتح الرينجا من بطنها وتقعد بقى تكعبل في الاحشاء الداخلية وبتبقاش عارفة تتصرف ازاي بصوا دي احسن طريقة لتنظيف الرينجا والله يا جماعة هتنظفوها في ثواني يعني ما شاء الله طريقة سهلة ام تعالي كده نبتدي في السمكة دي اول حاجة تقطعي الراس بعد كده هتقطعي الديل تفتحي بقى من سلسلة الظهر من ورا بصي السكينة تبقى حامية كده وتمشي جنب السلسلة خلاص السمكة بتاعتك بقت كتاب مفتوح وسهل تنظفيه هتشدي سلسلة الظهر من الدين لقدام مش العكس وبعدين هتقسم السمكة الحتة اللي على الاطراف دي طبعا جلد محدش هيكله بقطعه ببتدي بقى اشيل اي شوك زيادة بصي كل الشوك هتلاقيه باين قدامك هتسحبيه بس بصي بالسكينة كده بحب ان انا ايه اخد الحتة الغمقه اللي بتبقى على وش السمكة وبالنسبة للجلد بصي برضو باسحابه منين من فوق لتحت مش من تحت الفوق لو من تحت الفوق هتلاقي اللي احنا اطلع معاك لكن من فوق لتحت بطلع كده البطروخ بصوا بقى الحتة بتاعت الاحشاء دي باشيلها كده بركينها كلها على الجنب باجي هنا كده كحتة بسيطة وبنزل كل حاجة مش كويسة شايفين كل لون الغمق ده بينزل معايا ببتدي كده ايه انا اضافها كويس وكحتة بسيطة كده من فوق الوش انزل اي حاجة غمقه وبجيب الجلدة من فوق من فوق وابتدي اشدها هتلاقيها ايه خرجت معاك دي تقطعت معايا كده هبتدي اجيبها لو خرج من الجلدة كده حتة لحمة ولا حاجة بتحطيه برضو مع الرنجة يلا بقى كده نعمل صلطة البصل الخطيرة اساسية كده ما نعرفش ناكل الرنجة من غيرها بتبقى عبارة عن بصل وخل ومعلقة من السكر هي دي صلطة البصل اللي متعودين عليها وعندنا بقى جزء بيحب يأكل الرنجة سادة والجزء التاني بيعملوا ايه صلطة زي اي مصري في الدنيا ما بيأكل الرنجة لازم نقطع كده فلفل اخضر رومي وبارد وحامي بنقطع طماطم ما بنحطش خيار خالص على الرنجة الخيار بيزفر الرنجة تماما معرفش الناس اللي بتاكلها بالخيار بتقدر تستحمل الزفارة ازاي كمان بقى انا ماليش في حوارات مثلا نحط عليها مايونيز وشابت وزبادي لا لا الرنجة عندي هي كده بس يأما تتاكل سادة يأما تتاكل بالطماطم والفلفل هروس بقى كده الصحيح للي عايز يغمس ومش اكتر من رشة من الزيت ما بنحطش اكتر من رشة من الزيت واللمون بيبقى اختياري احط كده على الصلطة كمان شوية بصل معلقة من الطحينة وعصير لمونة فوق الصلطة عشان تبقى جاهزة للأكل على طول هنا بقى الزيت يفضل طبعا زيت زاتون او زيت درة وهبتدي بقى اقدم اجمل صلطة رنجة في الدنيا شوية بقى لمون كده اللمون اختياري طبعا هنحطه على جنب للي عايز شوية شطة كده فوق الوش والطحينة والبصل والبطاريخ المرملة والنعمة بقى الفهن وشفة احلى رنجة لعيونكو حبيب قلبي باتنسونيش من دعوة حلوة بحبكم في الله كان معاكي شايماء محمد والسلام عليكم ورحمة الله